في المؤتمر اليوم أعلنت قبل عن أحدث إصدارات نظام التشغيل iOS وهو الإصدار السادس عشر أول تغيير كان بتحديث شاشة الإغلاق lock screen والتي تتيح إضافة معلومات أكثر الشاشة الجديدة تشمل إضافة الوجيتز وهي متاحة لمبرمجين لتصميمها المستخدم له حرية إنشاء أكثر من شاشة والانتقال بينهم والتنبيهات تظهر أسفل الشاشة وبالإمكان إخفاءها بسهولة تم تطوير خاصية التركيز أو الفوكس ومنها إضافة شاشة إغلاق أو lock screen خاصة لكل نوع من أنواع التركيز مثل العمل والمنزل والدراسة وبالإمكان أيضا فلترة التطبيقات التي تظهر لكل نوع بالنسبة لتطبيق المسيجز بالإمكان تعديل الرسائل المرسلة وحتى مسحها وبالإمكان أيضا تغيير حالة أي رسالة لغير مقرؤة ومن تطبيق الرسائل بالإمكان استخدام ختمة المشاركة SharePlay والتي تم تطويرها بشكل أكبر يستطيع المستخدم أيضا نسخ نص حتى لو كان داخل فيديو أما عن تطبيق المحفظة فأصبح بالإمكان مشاركة المفاتيح عن طريق الرسال النصية وأبل قدمت ختمة التقسيد للدفعات لبطاقة الأبل كارت في المحفظة سيكون بالإمكان متابعة المشتريات بشكل أكبر أبل أيضا حدثت من تطبيق الخرائط لتشمل دول جديدة بينها المملكة العربية السعودية وأصبح بإمكان المستخدم إنشاء رحلة خاصة بحد أقصى 15 توقف في الخريطة أيضا تستطيع أن تتابع تكلفة استخدام المواصلات العامة مع الارتباط مع محفظة الأبل والد في الأبل تيفي أضيفت خاصية عرض المعلومات الرياضية في أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا بشكل مباشر وأيضا تم تحديد خدمة المشاركة بين أفراد العائلة لتشمل إضافة الأطفال مع تحديد المحظورات في الآيكلاود أصبح بالإمكان أكثر مشاركة الصور بين أعضاء العائلة وبالإمكان من الكاميرا مباشرة مشاركة الصور كل أعضاء العائلة لهم حرية تعديل الصور وإضافة صور جديدة وعرضها في أجهزتهم أيضا أبل أضافت خدمة سميت بسيفتي تشيك وهي تتيح إمكانية إلغاء دخول أي عضو من العائلة للمعلومات من الصور والملفات ومعلومات التواجد وهذه الخدمة بالتعاون مع مؤسسات خاصة بمحاربة عنف الأسراء أيضا تم تعديل تطبيق هوم والخاص بالمنزل الذكي ليكون أسهل الاستخدام كما أكدت أبل على سعيها من أجل تطبيق بروتوكول مواحد لكل أجهزة ذكية بالتعاون مع كل الشركات ليحمل البروتوكول اسم ماتر أخيرا عرضت الشركة أكبر تحديث لنظام الكار بلاي والخاص بالسيارات هذه المرة النظام يرتبط بكل شاشات السيارات ويعرض معلومات خاصة بسرعة السيارة ومعدل التسارع والبترول التحديث هذا متوفر للمبرمجين اليوم مع توفر نسخة تجربية للعامة في يوليو والنظام يدعم الأجهزة من آيفون 8 للإصدارات اللاحقة بالنسبة لنظام الآيباد أو اس 16 فقد حصل النظام على كل ما يقدم في نظام الآيوز 16 للآيفون مع إضافة مميزات خاصة لأجهزة الآيباد منها إضافة تطبيق الطقس في نظام الآيباد أو اس تطورت خاصية المشاركة لتشمل جميع تطبيقات أبل حيث بإمكان الفريق المشاركة في إضافة وتعديل الملفات بشكل مباشر البرامج التي تدعم هذه الخاصية هي فايلز وكينوتز ونمبرز وبيجز ونودز ورمايندرز وسفاري مع الدعم للمبرمجين لإضافة الخدمة في تطبيقاتهم بالإمكان بدء المشاركة من تطبيق الرسائل أو البريد أو الفيستايم وخلال العمل يظهر في الأعلى أسماء المشاركين أعلنت أبل أيضا عن تطبيق جديد يحمل اسم فري فورم وهو خاص بالمشاركة ليكون كمساحة خاصة لمشاركة الأفكار مع الدعم الأبل بينسل المشاركين يستطيعون مشاركة ما يكون في لوحة الفري فورم بشكل مباشر وتم أيضا تحديد تطبيق البريد بحيث بإمكان تحديد موعد لإرسال الرسالة وسحب الرسالة بعد إرسالها بدقاء الشركة أيضا أعلنت عن الإصطار التاسع لنظام الواتش أو اس 9 حيث أضافت أشكال جديدة للواجهات مع إضافة واجهة خاصة لشكل القمر منها واجهة متخصصة بالتقويم الإسلامي أيضا تم تعديل تطبيق الرياضة مع إضافة معلومات إضافية والدقيقة حول حركة الجسم خلال المشي والجري وأيضا إمكانية الحصول على معلومات الحركة والرياضة مباشرة من الآيفون دون الحاجة لوجود الأبل ووتش والشركة أيضا أعلنت عن تحديد تطبيق النوم يعطي معلومات إضافية حول حال المستخدم خلال النوم أضافت أيضا الشركة تطبيق خاص لمتابعة الأدوية وتنبيه المريض لموعد أخر الدواء هذا التطبيق يشمل قاعدة بيانات ضخمة للأدوية ويعطي تنبيه في حال تم تسجيل أدوية قد تسبب مشاكل صحية إذا أخذت في نفس الوقت أبل أعلنت عن الإصدار الجديد من نظام الماك أو اس وهذا العام حمل اسم فينشورا قدمت الشركة نظام جديد لعرض الشاشات والتطبيقات التي تعمل في نفس الوقت ليحمل هذا النظام اسم سنتر ستيج هذه الميزة متوفرة أيضا في التحديث الجديد للآيباد أيضا في النظام تم تحديث ميزة المشاركة ونظام الارتباط بين الأجهزة منها إمكانية استخدام الآيفون ككاميرا خاصة وتم تحديث برامج الهوم والإيميل والمسيجز أخيرا أعلنت الشركة عن شريحة جديدة خاصة بأجهزتها والتي تحمل اسم M2 شرائح للأم توجهها هو توحيد كل أجهزة أبل لتقوم بخدمات مرتبطة مع بعض وهذا التحديث أعلنت الشركة بأنه متوفر في جهازي الماكبوك إير والماكبرو ليكون أسرع بنسبة تصل لـ 20% من شريحة الـ M1 وخمس أضعاف سرعة الأجهزة التي لا تتوفر فيها شريحة الـ M شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجلك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة